تحية الجميع الأستيدة والأستادات أطول دان مفروض عليهم التعاقد طبعاً نحن كأستيدة مفروض علينا التعاقد أول شيء نسميها صريقات ولا نسميها اقتطاعات لماذا؟ طبعاً لأنها نرى بأنها اقتطاعات غير قانونية وغير مشروع طبعاً هذه الاقتطاعات التي تجي في واحد السياق ديال غلاء الأسعار ديال العواشر ديال التزامن مع العيد ونحن كنعرفوه بأن المجموعة من الأستيدة كيعيشوا في مدن أو عندهم اتزامات مادية وأسرية اللي صعيب عليهم أنهم يوكبوا هذه الاتزامات المادية إلا كان واحد الاقتطاع اللي قد يتجاوز ألف درهم واللي وصلتها لألف وسبعمائة درهم الاقتطاعات كتكون واحد الوثيرة اللي هي كبيرة في المناسبات مثلاً السنة الماضية شتنا في عيد الأضحى هذه السنة تزامنا مع عيد الفطر طبعاً اختيار هذه المواعد بالدات والتركيز عليها الهدف منه هو أنه الوقع الواقع المادي على الأستاذ في هذه المناسبات يعني كيكون عندها واحد الوقع اللي هو كبير وبالتالي الأستاذ كيحس بها الاقتطاعات بشكل أكبر وبالتالي هنا غيفكر الأستاذ أنه واشي قدر يواصل الإضراب ولا ما يقدرش يواصل الإضراب وهذا شيء طبعاً حنا كتنساق يواعين به كين أساتيدة اللي كتوصل لهم أجور هزيلة جداً يعني كين الأساتيدة اللي كتقدر توصل لهم غير ألف وخمسمائة درهم كيكون عنده مثل الانتزام في قرد سكن أو قرد ديال السيارة وكتوصلوا مع الاقتطاع كيكون واحد الأجور هزيل ديال الف وخمسمائة درهم ومع ذلك لمدة ثلاث سنوات وحنا في السنة الرابعة الآن وما زال الأستاذة صامدين طبعاً هذه الصمود كيترجم ماذا؟ كيترجم الإيمان ديالهم والقناعة ديالهم يعني بمشروعية ميلفهم ومشروعية هذه المعركة اللي الهدف ديالها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط من قطة التعاقب علاقة بالحوار وعلاقة بحل الميلف بالنسبة لهذه السنة كان أول حوار وآخر حوار في هذا الموسم الدراسي كان يوم 31 يناير 2022 هذا الجلسة ديال الحوار اللي استمعنا فيها اللي كانت طبعاً كما قلت سابقاً كانت أول جلسة وآخر جلسة اللي استمعنا فيها العرض ديال الحكومة بحضور سيد بن زرهوني اللي قدم العرض ديال الوزارة والذي يقول أو الذي يطرح حل هذا الميلف بإدماج الأساسي دا المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد الذي تعده الوزارة الآن مع الفرقة النقابيين طبعاً هذا الحل نحن شتناه بأنه لا يجيب على الميلف ديالنا لكونه لم يجيب على الترجمة القانونية للإدماج هذه الأساسي الترجمة القانونية والمالية لإدماج هذه الأساسي المفروض عليهم التعاقد واللي المطلب ديالنا يترجمه قانونيين وماليين نحن دائماً نقول إدماج في أسلاك الوظيفة العمومية هذا يعني قانونيين وماليين يعني منصب مالي ومركز دونك الوزارة تهربت على الإجابة على هذا السؤال وبتالي إحنا أي تهرب على الإجابة على هذا السؤال يعد تهرباً من حل الميلف وبتالي إحنا خرجناه في البيانات التنسيقية خرجناك التنسيقية بشكل رسمي في بيانتنا بأننا نرفض هذا الحل ديال الوزارة القادة بإدماج الأساسي في النظام الأساسي الجديد لمهانة التربية والتكوين واللي هو كنشوفه سيكون خارج الوظيفة العمومية مادم يبقي الأستاذ المرسم مرسمان والأستاذ المتعاقد يبقي كذلك متعاقداً وبتالي فهو يجيب على المصار المهاني فقط للأستاذ ولا يجيب على الوضعية المالية والقانونية الأستاذة الميلف المطلابية التنسيقية الوطنية الأستاذ المفروضة على المتعاقد هو ميلف شامل ولكن أعلاه والأهم فيه هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لأننا نرى بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية يحقق جميع المطالب الجزئية الأخرى لكن هذا الميلف ديال الاقتطاعات طبعاً سوف يضل دائماً حاضراً في أي حل شمولي لهذا الميلف طبعاً لأننا نرى بأن هذه الاقتطاعات كما قلت من قبل هي صريقات موصوفة كتتم بواحد طريقة غير قانونية وغير شرعية وإحنا كأساس إذا مفروض علينا التعاقد نقول بأن حقنا في الإضراب في ممارسة هذا الإضراب هو حق مشروع ما دام الدستور المغربي والمواتق الدولية والعالمية تؤكد ذلك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد لفديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر